بالنسبة بقى الحرب الروسية كان في الحياة تطورات واستخدام طبعا احنا بدأنا التطورات والدنيا والتصحيد منذ انه رفع الحذر عن استخدام السواريخ طويلة المدى الاوكرانيا من قبل الرئيس بايدن وبعدين لقينا فعلا ان اتضرب العمق الروسي من قبل اوكرانيا راحت بدأت روسيا ردت ردت بسواريخ عبر القرارات سواريخ اول مرة يتم استخدامها وقال لك ان احنا هنستخدمها بعد كده لقينا بعد كده في اطلاق ساروخين و27 اسقاط ساروخين و27 مسايرة اطلقتها اوكرانيا فوق كورسك وكييف و50 كانت مسايرة روسية كانت برضو بدأت فبئة حرب المسايرات احنا من فترة برضو موضوع حرب المسايرات ده دلوقتي بدأت برضو بعد المسايرات اللي اسقطتها روسيا اللي كانت اطلقتها اوكرانيا روسيا كمان اطلقت 50 مسايرة روسية ومن اصل 70 استهدفت مواقع اوكرانية وكان فيه برضو حرق مسايرات كان الهدف من اطلاق روسيا هذا العدد من المسايرات علشان تحرق المسايرات الاوكرانية وبعد كده بدأت طبعا الكلام عن ان روسيا طورت طائرات بدون طيار تقذف لهبا اللي هي مسايرات مسايرات هي الطائرات اللي بدون طيار فبالتالي بدأت دلوقتي حرب المسايرات تشتعل بشكل كبير جدا روسيا اعلنت ايضا امكانية نشر سواريخ متوسطة المدى في اسيا وروسيا استعانت بالحوسي لتجنيد يمنيين للكتال باوكرانيا واضح طبعا انتوا حضراتكم عارفين الحليف ان روسيا وايران حلفاء مع بعض وازرع ايران في المنطقة في اليمن مين هم الحوسي فانه ممكن وكوريا الشمالية برضو لما قالوا برضو ان روسيا استعانت بجنود من كوريا الشمالية فدلوقتي روسيا واضح انها استعانت بجنود من كوريا الشمالية بدأت تستعين بيمنيين كانوا يعني الحوسيين جندوهم لصالح روسيا فبدأت الامور دلوقتي تدخل في منحانيات خطيرة جدا ذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريزانية ان روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لارسالهم الى الجبهة في اوكرانيا بمساعدة من الحوسيين وافادت الصحيفة في تقرير لها امس الاحد نقلا عن اشخاص مطلعين على الامر بان الجيش الروسي تمكن من تجنيد مئات الرجال اليمنيين من خلال عملية تهريب غامضة مسؤول بكوريا الشمالية بيقولوا ان موسكو زودت بيونج يانج بصواريخ مضادة للطائرات مقابل مشاركة قوتها الخاصة في حرب اوكرانيا ونشوف التقرير دي عشان نفهم الصفقة دي وانه دلوقتي فيه قوات من جنود من كوريا الجنوبية وجنود كمان من اليمن بسرعة تشبه سرعة انطلاق هذا الصاروخ تتسارع الاحداث على الساحة الروسية حيث التحالفات العسكرية تتخذ بعدا جديدا والصفاقات السرية تتحول الى واقع ميدني روسيا المنهمكة في حربها على اوكرانيا وكوريا الشمالية المعزولة عالميا تتجهان نحو تعاون غير مسبوق صواريخ مقابل قوات والهدف تعزيز النفوذ العسكري في خضم التصعيد العسكري اكدت كوريا الجنوبية ان روسيا تزود كوريا الشمالية بصواريخ مضادة للطائرات مقابل تلقيها اكثر من عشرة الاف جندي كوري شمالي لمساعدتها في الحرب الصفاقة التي اوردتها السول وصفت بالخطيرة تأتي وسط سعي الدولتين للتغلب على التحديات الاقتصادية والعسكرية الناجمة عن العقوبات الغربية تزويد كوريا الشمالية بهذه الصواريخ يساهم في تعزيز تحالفها مع روسيا ويساعدها في تطوير قدراتها الدفاعية كما ويصب في مساعيها لامتلاك تكنولوجيا عسكرية بدءا من المراقبة عبر الاقمار الصناعية اما روسيا بعد قرابة عامين من الحرب فهي كسبت عشرة الاف جندي سيساهمون في دعم عملياتها القتالية على الجبهات الامامية قد تؤدي هذه الصفقة الى تعزيز المحور العسكري بين موسكو وبيونج يونج ما يثير قلقا دوليا واسعا نورتوق العربية ايبا زي ما شفنا مشاهدينة معلش هي كوريا الجنوبية اللي علقت لكن الجنود من كوريا الشمالية عشان بس قبل ما ما نطلع على الفيديو على طول اخطأت وقلت كوريا الجنود من كوريا الجنوبية لكن الجنود من كوريا الشمالية وجنود من اليمن اللي هم حلفاء روسيا فواضح كده ان الحلفاء بيقفوا جنب طبعا كوريا الشمالية وايران بيقفوا مع حليفتهم القوية جدا روسيا برضو في حاجة تانية بالنسبة للجنود واضح طبعا من محاولة اللجوء لجنود من كوريا الشمالية او جنود يمنيين او مجندين يمنيين انه في احتياج لجنود فاللي حصل انه كان فيه برضو قانون جديد في روسيا هذا القانون يتيح شط بديون المتطوعين يعني بيحاولوا يستميلوا ايضا متطوعين علشان يشتغلوا مع الجيش الروسي في مقابل ان ديونهم كلها تسقط وعلشان كده واضح طبعا سقط عدد كبير من الجنود وعلى فكرة متطرفين سواء جنود اوكرانيين او جنود روس سقطوا بشكل كبير جدا عشان كده روسيا بتحاول وقالوا وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون يسمح لمن يتطوعون القتال في اوكرانيا بشاط بديونهم غير المسددة والتي تصل قيمتها الى نحو 100 الف دولار بحسب ما اعلنت الحكومة القانون موجه الى حد كبير للشباب الروس في سن القتال لان الاشخاص في الثلاثينات من العمر واصغر هم الاكثر ميلا للحصول على القرود وبيحاول يستملهم علشان طبعا يقوي او يقسر عدد الجنود في القوات الروسية بديلا لمن قتلوا في هذه الحرب المشتعلة ايضا روسيا اتهمت اوكرانيا ادارة بايدن عفوا بعرقالة خطط ترامب لاستلام في اوكرانيا ويمكن زي ما شفتوا يعني انتوا اساسا ادارة بايدن كون ان هو يبتدي يرفع الحظر عن موضوع الاسلحة في الوقت ده طويلة المدى اللي توصل للعمق الروسي ده معناها ان هو بيحاول يعرقل فعلا خطط ترامب لاستلام في اوكرانيا بقى لكن على الجانب الاخر النهاردة متفدف كان في حوار عفوا لا في روف كان في حوار مع قناة العربية وبرضه طمنا شوية وقال ان هما مش يستخدموا السلاح النووي غير في الظروف محدودة جدا وفي الظروف قصوى عشان كده غيروا العقيدة الخاصة بالنووي يعني بالتالي مفيش نووي في المدى القريب وانه في نفس الوقت قال برضه انه مش متوقع ابدا انه وقت ما ترامب يبتدي يمسك الحكم في 20 يناير انه يبتدي يحصل مفاوضات سلام ويبتدي تنتهي الحرب قال لا الحرب هتستمر شوية وما حدش عارف لغاية دلوقتي ممكن امتى يوصلوا للسلام وانه ترامب ما معوش العصاية السحرية اللي ممكن توقف في الحرب في 24 ساعة زي ما كان بيعلن دي كلها كانت تصرحات لا في روف مع قناة العربية كانت النهاردة بالتأكيد هيكون فيه تقرير بيلخص ايه التصرحات اللي قالها المهمة في حيال هذا الامر وممكن نعرضها على حضراتكو اكيد ان شاء الله في الحلقات القادمة اشتركوا في القناة